السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بعض الطبع والتي أطالع فيها دائما أبرز ما جاء في صحف الخرطوم الصادر الصباح اليوم يصحبني في هذه الجولة لقراءة ما بين السطور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد دريس أهلا وسهلا بك سيد محمد مرحبا بك صلاح نظر محمد علي سعيد جدا بك وبفريق العمل وبالمشاهدين والمتابعين بعض الطبع على غناتني الأزرق أهلا وسهلا بك نبدأ مشاهدين هذه الجولة من السونة والتي جاء فيها حميتي يعلن ترك الحكم للمدنيين في السودان أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق محمد حمدان دقلو في بيان صحفي له حول الوضع السياسي ترك أمر الحكم للمدنيين في السودان وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية وقال لعلكم تابعتم القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في الرابع من يوليو هذه القرارات التي عملنا على صياغتها معا وعبر تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة أن نوفر حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفتنا من تنازلات فنحن لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا لذا فقد قررنا معا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية لأن يتحاوروا ويتوافقوا من دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرق القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون أهلا وسهلا بك أستاذ محمد من جديد يعني بداية ما دلالات هذا البيان ودواعيه في هذا التوقيت بالذات لعل الملاحظ لهذا البيان والمدقق المحلي لغراءة هذا الخطاب يلاحظ أن هذا الخطاب والبيان جاء متوافق مع قرارات رئيس مجلس السيادة في الشهر الماضي في بداية هذا الشهر في بداية يوليو حيث خرجت المؤسسة العسكرية من العملية السياسية خرجت من الحوار السلاسي للآلية السلاسية تركت الباب واسعا للأحزاب والغوة السياسية لكي ما تصل إلى توافق ومن سمت شكل الحكومة وعلى إسرى ذلك عزز رئيس المجلس السيادة هذه الإجراءات بغرارات بحل المكون المدني في مجلس السيادة إذن قرارات وخطابات نائب رئيس مجلس السيادة تأتي متوافقة مع هذا الطرح وجود نائب رئيس مجلس السيادة لفترة طويلة في ولايات دارفور في حملة المصالحات الاجتماعية بين المكونات المختلفة كان فتح المجال الواسع للتأويلات والتفسيرات التي ربما هذا الخطاب وضعها أمام الأمر الواقع ووضع النغاط على الحروف بما يعني أنه في متن البيان أنه الغرارات التي صدرت بواسطة رئيس المجلس السيادة على درجة من المشاورة والتنسيق المشترك ما بينهم زهبت البيان في اتجاه أنه خروج المؤسسة العسكرية تجديد خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية العمل لإنفاذ الترتيبات الأمنية في ولايات دارفور أدى إشارات لأنه هو مكس في دارفور فترة طويلة ووجد مشكلات كثيرة يعمل مع الرفاق ومع المجموعة لكن سيد محمد البعض يرى بأنه حمدتي لم يأتي بجديد يعني ما ذكره ورد أيضا في قرارات البرهان الأخيرة صحيح كيف لم يأتي بجديد لأنه هناك كان حديث أنه ربما نائب رئيس مجلس السيادة غير متوافق مع هذه الغرارات أنت تعلم الحديث والأغاويل الكثيرة التي سيغت كأنما هناك خلاف ما بين المكونات العسكرية الذات نفسها على غرار الخلافات العميغة بين المكونات المدنية فأنا أفتكر أنه البيان وضع النغاط فوق الحروف البيان نفسه وجد ترحيب كبير من القوى السياسية على رأس هذه المباركة الفاضل وجبهة ثورية وعدد من القوى السياسية تفاعلت إيجابا مع هذا البيان الذي وضح كثير من النغاط من ضمنه أنه هم جادين في إنفاز الترتيبات الأمنية في إنفاز اتفاق سلام جبا في الوضع الحلول والتعاطي مع أزمة غليم النيل الأزرق وغير من القضايا الرئيسية التي تشغيل المراقبة الآن والحديث عن والترحم على الشهداء وإدانة العنف الذي يجري كل هذه القضايا التي تناولها البيان هي قضايا مهمة طيب البعض يرى كما ذكرت بأن هذا البيان تدشين لمرحلة جديدة سيد محمد ولكن هناك من يرى بأن حميتي كأنما يريد أن يقول أو يوصي الرسالة بأنه موجود هو موجود فعلا ليس بهذا البيان إنما بالتفاعل مع هذه القضايا وإن هو مشرف على هذه الملفات أغلبة التي تتعلق بالترتيبات الأمنية بالمصالحات الأزمة في غليم دارفور كل هذه القضايا تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية تنفيذ اتفاق يوبا كل هذه القضايا الرئيسية التي عالجها البيان كانت لابد أن تصدر من نائب رئيس مجلس السيادة خصوصا أنه كما أسلفت أنه الباب كان واسعا لتأويلات كثيرة وترقبات لما يمكن أن يكون عليه هذا البيان فالبيان فسر كثير من اللبس الذي كان يعتري المشهد السياسي أنا أفتكر أنه هو الزهب في اتجاه تحقيق مطالب الشارع من خلال البيان الحديث عن ضرورة وضع حد للعنف وضع حد لأنه نحن لن نتفرج على أن البلاد تسير إلى الهاوية سنعمل مع الجميع هذه درجة عالية من التنسيق ومع أن المكونات جميعا تعمل لهدف واحد وهو استقرار الفترة الانتغالية إكمال هياك الحكومة انتظار ما تسفر عنه العملية السياسية بين الغواء السياسية المتحدة نتحول مشاهدين إلى صحيفة اليوم التالي وفيها نطالع معهد دولي استمرار العنف في السودان يفرض الحكم العسكري حذر معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام من أن يؤدي استمرار العنف والفوضى في السودان إلى فرض الحكم العسكري في البلاد جنبا إلى جنب مع ما وصفها بالفوضى وقال المعهد في تقرير له إن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والشعب السوداني قد لا يكون الخيار بين الطغيان والفوضى بل الطغيان والفوضى معا وأشار إلى أن أحداث العنف الأخيرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق تشير إلى الفوضى وقال تحليل نشره المعهد على موقعه في مقره بواشنطن كانت إدارة الرئيس جو بايدن سلبية نسبيا على السودان وضعيفة ضد الحكم العسكري وتعتمد بشكل أساسي على المبادرات المتعددة الأطراف الحالية يعني استمرار العنف يفرض الحكم العسكري كيف تنظر أستاذ محمد إلى هذا التقرير؟ طبعا استمرار العنف ربما يؤدي بحسب تفسير هذا التقرير أو الدراسة أن استمرار العنف يؤدي إلى فرض حالة الطوارئ إلى جعل الحكم العسكري هو المتمسك أو المتمكن في إدارة الانتغال وإدارة الفترة لأنه عندما يكون العنف مشاعل تغيب العملية السياسية بوصولها المعروفة وهي إدارة الحوار الوصول مناغشة قضايا السودان بعمق كبير وحوار بناء ما بين القوى السياسية المختلفة لكن في الجانب الآخر أيضا الحديث عن أن إدارة بايدن لم تكن قوية أكثر من ما يجب بين جانب المؤسسة العسكرية هذا الزعم يبدو أنه يريد أن يفرض عقوبات وأجندة وعصى وجزرة على الوضع في السودان بالتالي هشاشة الوضع لا تتحمل عقوبات لا تتحمل التعاطي مع المشهد السوداني بكثير من الاستخدام العقوبات ولكن التقرير وصف أستاذ محمد بأن إدارة بايدن كانت سلبية تجاه السودان واعتمدت على المبادرات المتعددة الأطراف كيف تنظر إلى رأي التقرير؟ طبعا ما هو هذا الزعم ويرد عليه وهناك حديث من اتجاه آخر وأنه التعاطي كان تعاطي إيجابي خصوصا وأنه التعاطي الإيجابي يسهم في استغرار السودان باعتبار ابتباطات السودان بالإغليم من الغرن الأفريقي وبشرقه وغرب إفريغيا وغيره بالتالي يؤثر الغرب أيضا يتأثر من حالة السيولة الكبيرة إذا حدثت في السودان وحدثت إنزلا بالتالي هذا مؤشر خطير للعالم بأنه يصبح السودان معبر للإجرام والإرهاب ولغيره من المسائل التي تغري الوضع الأمني الهش الآن السيولة الأمنية الموجودة في السودان والتي تحدث في الأغاليم نفسها مؤشر إلى أنه قياب تطبيق الغانون وفرض هيبة الدولة فبالتالي أنت تتحدث عن حماية الأمن الداخل وحماية الأمن العالمي هذا لا يتأتى إلا بحوار سياسي بلنامة بين القوة السياسية وجعل المؤسسة العسكرية تلتفت إلى اللوهياتها ومهامها الرئيسية نتحول مشاهدين إلى باج نيوز ومنها نطالع مركزي الحرية والتغيير يعلن تأجيل مواكب السودان الوطن الواحد أعلن تغيير المجلس المركزي تأجيل المواكب التي كانت مقررة بعد غد الأحد كانت مقررة غد الأحد إلى يوم الثلاثاء القادم وأوضحت القوى في بيان إن التأجيل جاء عقب انخراطها في اجتماعات مع عدد من القوى الثورة من أجل المشاركة والتنسيق الميداني بما يسهم في إنجاح مواكب السودان الوطن الواحد ودعت القوى إلى المشاركة في المواكب وتكوين أكبر جبهة تصدي لمحططات التفتيت وخطابات العنصرية والكراهية والتي يتم رعايتها وطباخة أجندتها بواسطة أعداء الثورة أي أولا سيد محمد كيف تنظر لفكرة تسيير مواكب لنبزة العنصرية والجهوية على خلفية طبعا أحداث إقليم النيل الأزرق طبعا هذا أمر إيجابي وممتاز وجيد ولكن الخطورة في إن القوى السياسية ومن ضمنها المجلس المركزي للحرية والتغيير لم يجد ما هو مناسب في التفاعل مع هذه الغضية غير تسيير المواكب المتضامنة مع هذه الغوى الحادث بالنسبة لما يحدث في الأغاليم بالتالي هذا جهد المغل أنا أعتقد أن هذا جهد المغل كان يجب أن تفعل المجلس المركزي ما هو أكبر من ذلك وخلينا نتكلم عن أن هذه الأحداث تفجرة هي نفسها كانت تدير البلاد وكانت هي التي أدخلت البلاد في هذا النفق نفق الصراعات الغبلية نحن يجب أن نتحدث بكل وضوح إن ما حدث في القضارف وفي كسلة وفي البحر الأحمر وما حدث من إغلاق في فترة حكم المجلس المركزي هو السبب الذي أغرى الجهات الأخرى بتبني نفس المواقف ولكن هل من مهام الحرية والتغيير حتى ولو كانت في السلطة أيام فترة انتغالية هل من مهامها بسط هيبة الدولة وبسط الأمن في السوداء على الأغل كان يجب أن تدير هذا الحوار وخصوصا وإنه هي أجلت المواقف نسبة لأنها الآن تقيم ورشة تغييمية لفترة الحكم الانتغالي كان يجب أن تبدأ بالاعتراف بهذه الغضايا في ورشتها التغييمية إنه نحن كحكومة في فترة من الفترات التي أدرنا فيها هذه البلاد تسببنا في هذه المشاكل الكبيرة التي تحدث الآن في الولايات خصوصا كما ذكرت لك يعني في منهج أول وهسابق خطيرة جدا تم إقصاء والي مدني من ولاية كسلة بسبب نعرات عنصرية وتوجهات قبلية هذا هو ما أغرى الآخرين ولو لاحظت في خطاب الذي غيل في منطقة الدمازين قبل عطلة العيد وقبل تفجر الصراع على نحو بشع جدا ما بعد العيد إنه كانوا الناس بتكلهم نفس الخطابة الذي دار في شرق السودان إقصاء سحب الرغم الوطني من مكون الهوسة إقصاء من المشهد السياسي وهو نفس الأمر الذي دار وحدث في شرق السودان أيضا الذي حدث في دار فور كان السبب أيضا هذه الغوة السياسية طبعا نحن لا نلوم فقط المجلس المركزي كل الغوة السياسية وكل الغوة السياسية منذ 1956 هي مشاركة في هذه العملية التي هي إشكالية في إدارة الهوية والتنوع في السودان لا نزال لا نفهم الذين يجوزون في الخرطوم لا يفهمون كيف تدار الأغاليم وكيف يمكن أن يكون التنوع السوداني في الأطراف هو مصدر سراء ومصدر وحدة ولحمة قومية للبلاد بدل أن تكون محل السراعات هذه الطريقة حتى لا نحيد عن موضوع هذا الخبر أستاذ محمد الآن نحن نتحدث عن تأجيل مواكب السودان الوطن الواحد تأجيل هذه المواكب جاء كما ذكرت الحرية والتغيير لمزيد من التنسيق وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن إلى أي مدى يمكن لمثل هذه المواكب أن توصل الرسالة وتساهم أيضا في إنجاح مضامين الثورة طبعا ترسل رسائل مهمة وتؤكد أن هناك تضامن سياسي هناك هبة غومية وطنية تنتظم كل الأحزاب السياسية وشاهدنا أن هناك أحزاب وصلت إلى منطقة الأزمة وتعاطت معها التعاطي الإيجابي الآن الحوجة في الإغليم ليست للبيانات السياسية والمواكب السياسية الحوجة الماسة هي للخدمات الطبية التي يمكن أن تغدم للمرضى هناك والجرحة والمهم جدا هو إيواء النازحين الذين نزحوا داخل إغليمهم وفي منطقة سناروسينية نعم نتحول مشاهدين إلى فرنسا 24 ومنها نطالع البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمكافحة الجوع في السودان أعلن البنك الدولي تخصص 100 مليون دولار لتوفير التحويلات النقدية والغذاء في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة منذ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في أريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان والسودان عثمان ديون أن أي قرار استيناف للتمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع مضيفا أن البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعدا محددا بعد لمثل هذه القرارات وأشار بيان صادر عن البنك الدولي إلى أن المائة مليون دولار التي جرى تقصيصها بشكل استثنائي ستستهدف مليوني سودانيين يعيشون إن عدام الأمن الغذائي في أحد عشر ولاية في البلاد ماذا يعني لك أستاذ محمد تخصيص برنامج الغذاء العالمي لهذا المبلغ للفغراء بعد القطيعة طبعا من المؤسسات المالية الدولية عقب قرارات وإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر هذا يعني أننا نعيش أزمة حقيقية في الغذاء هذا يعني أننا نعيش أزمة مستفحلة في إدارة الاقتصاد في البلاد هذا بمثابة إعلان لمنحة أو دعم للفغراء أو للذين يقعون تحت خط الجوع في السودان وعدد كبير كما ذكر في الخبر خصوصا أنه أنت بتتحدث عن بلد فيه الأنهار وفيه الموارد القسائية الكبيرة وفيه الأرض الصالحة للزراعة وهذا ما كنت أود أن أقوله لك بعض الآن يأسف لأن السودان بكل هذه الموارد يتلقى المعونات وهو الذي كان بإمكانه إنقاذ المنطقة بكاملها من الجوع أو على الأقل كان هو موضع للمبادرة العربية لتوفير الغذاء أن هذه الدول العربية تقدم الدعم اللوجيستي والفني والمالي والسودان يقوم بزراعة هذه المساحات الشاسعة التي تعدى الأكبر في العالم دعنا نتحدث عن مسائل مهمة ما هي آليات توزيع هذه المنحة هل ستكون بديلا لبرنامج سامرات مثلا هل هي عملية حتى تصل للفئة المحددة هل ستكون هذه العملية تنفذ بوسط الحكومة الوطنية حتى يكون هناك سيادة للبلد أم هل ستكون هذه أدى من أدوات الاستعمار هذه أسئلة كلها نطرحها لأنه حتى الآن لا يوجد تفاصيل عن هذا البيان ولا يوجد تفاصيل عن هذه العملية المستهدفة عدد كبير جدا من السودانين برضو خلينا نتساءل مش من الواجب ومن الأولى أن نتوجه هذه الإمكانيات المالية لدعم البنيات الاقتصادية بدلا أن تأتي في شكل مساعدات يعني إذا توجهت هذه الأموال إلى مناطق الزراعة الآلية في السودان إلى مناطق الزراعة المروية في الشمالية وفي غير من المناطق ولكن الآن سيد محمد يعني منهم في حوجة ماسة للجزاء نحن نحتاج بالضرورة أن نعمل على المدى البعيد وليس على المدى الغريب ويمكن أن تكون هناك خطة توائمة بينهو الحوجة الآنية والتفكير في المستقبل باعتبار أنه نحن ليس لدينا مشكلة في الغزاء إنما المشكلة الأساسية في كيفية إنتاج الغزاء في السودان أنت تعلم أنه الآن الموسم الزراعي بيهددوا شبح التمويل في مناطق الزراعة المختلفة في السودان نقص الوقود ونقص التمويل غيابة تمويل تماماً وتوفير الاحتياجات وما يسمى بمطلوبات العملية الزراعية في السودان العدد الآن من المصارف متوقفة من التمويل الزراعي كان من الواجب أن يوجه هذا المال إلى هذا الجانب وليس أن تكون هناك مساعدات محددة طبعاً المساعدات المباشرة والمحددة عند فواتير الباهزة التي تتعلق بسيادة البلد ويعني بتجعلنا أنه نحن دائماً بنكون نتلقى من الغرب هذه المساعدات للأسف الشديد تهدر كرامة السودانية طيب نتحول مشاهدين إلى صحيفة السوداني وفيها مطالع ليس بعيداً عن أزمة الوقود زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازلين فرضت وزارة الطاقة والنفط زيادة جديدة على أسعار المحروقات وستسري التسعير الجديدة للوقود اعتباراً من صباح اليوم السبت كما تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى 760 جنيهاً من 670 جنيهاً بينما سيكون سعر بيع لتر الجازلين 748 جنيهاً من 640 جنيهاً وقالت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط إن أسعار المحروقات جاءت للمراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات وأن التسعير ستكون موحدة لكل القطاعات الخدمية والسوق الحر والصناعية وسوف يتم اعتمادها عند الشحن في المستودعات بداية تعديل البرمجة لمحطات الخدمة بالعاصمة والولايات عند الساعة التاسعة الصباح من تاريخ هذا اليوم يعني كالعادة المبرر هو الزيادة العالمية للوقود هل سيظل المواطن يتحمل في كل مرة هذه الزيادات التي لا يعلم أحد متى ستستمر مقارنة مع متوسط دخل الفرد أنت تعلم أستاذ محمد بأن هذه الزيادة وأن سعر الوقود يعتبر الأغلى في العالم الآن في السودان صحيح هو تبريرات الحكومية السابقة أنه في زيادة عالمية وفي تحرير كامل لسلعة الوقود وهذا التحرير يتحمل زيادات كل ما تطرأ زيادات عالمية بيتم الزيادات خلينا نتكلم عنه برضو شركات الغطاع الخاصة التي تستورد هي برضو تمشي تشتري العملات الصعبة بأوضاع مختلفة بما يحدث بالنسبة للدولار من ارتفاع وإنخفات لكن يفترض أن الحكومة تكون لديها معالجة أن لا تكتفي دائما بنشر هذه التوضيحات والتبريرات الفطيرة البديلة لأنه بعد ذلك بتسقط هذه الزيادات على الخدمات الأخرى التي تقدم في شكل ترحيل اليوم هناك زيادة جديدة في المواصلات المواطنون يعني يكابدون الحياة الآن وبالتالي الزيادة في الترحيل حتطرأ زيادات في سلعة المختلفة وخد في بالك أنه كل ما تتحرك من الخرطوم وأنت تتغدم في اتجاه الجنوب أو في اتجاه الشمال أو في شرك الزيادة تكون أكبر الزيادة بتكون أكبر نتيجة لأنه بتزيد على سعر الوقود سعر الترحيل بالتالي هذه إشكاليات حقيقية يجب أن تتم معالجتها بوضع معالجات جزرية لهذا الموضوع الشيء الثاني يجب أن يتم استثناء القطاع الزراعي والتجاري من هذه الزيادات باعتبار أنه الآن الموسم الزراعي على وشك يبدأ وتوفر الوقود ليس كافيا لأنه عندما يتوفر بمبالغ كبيرة مثلا برميل الجازولين في القضارف بـ 165 أو 170 هذا ليس باستطاعة المواطن أو المزارع أنه يشتريه وخصوصا أنه إذا اشترب المبلغ بعد ذلك مشاكل التسويق مشاكل العملية الزراعية نفسها قياب التومي زيادة المواد الغزائية لأنه الموضوع يدخل فيها أيضا حملية الترحيل الحركة أصبحت صعبة حتى داخل ولاية الخطوم بالنسبة للمواطنين صحيح لأنه يضيف أعباء لأنه أنت لا يكتفي الزيادات لا تكتفي بينها الزيادات فقط في الوقود هي تزحف على بقية السلع وعلى بقية الخدمات وتتظل الدخول والرواتب في مكانها هذا هو ما يجعل الفجوة كبيرة وعميغة وتسبب إشكالية كبيرة جدا أيضا مسألة أنه عندما ينخفض السعر عالميا لماذا لا ينخفض محليا نعم وهذا السؤال الذي يطلح نفسه الزيادات نفسها تطرع على وغود هو تم استيراده ويدخاله للمستودعات في فترة لم تكن فيها الزيادة بهذا الحجم يعني مثلا الوغود إجاء خاش البلد من يوم الجمعة والخميس الليلة حيتبع بالسعر بتعليهم يعني نعم فذه كل إشكالات نحتاج إلى توضيحات من المؤسسة الوطنية للنفط ونحتاج لأنه مسألة إدارة هذا الغطاء تحتاج لكثير من الحكمة وتكون هناك معالجات لهذه الإشكالية نتمنى أن يصلح الله حال هذا البلد سيد محمد إدريس شكرا جزيلا على حضورك معنا في هذه الحلقة من بعض الطبع شكرا جزيلا شكرا ومصار غير والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة لهذه الحلقة من بعض الطبع لا تنسوا دائما متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك وتويتر ويتيوب وانستجرام إلى اللقاء